اشتركوا في القناة وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال استقبال جلالته له في قصر الصافرية مساء أمس حيث رفع إلى جلالته خالص التهاني بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس مجلس التعاون والتي تصادف الخامس والعشرين من شهر مايو وخلال اللقاء عرب صاحب الجلالة عن شكره وتقديره لأهي خادم الحربين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة وتمنيا لأعمال القمة الخليجية كل التوفيق والنجاح لتحقيق طموح وتطلعات أبناء دول المجلس وتعزيز التكاتف الخليجي لمواجهة كافة التحديات انطلاقا من وحدة الهدف والمصير وأكد جلالته اعتزازه بالإنجازات الرائدة التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في مختلف المجلات والتي سعى من خلالها إلى ترسيخ دعائم العمل الخليجي المشرك وزيادة فعاليته في استكمال بناء صروح التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي والثقافي كما أشهد جلالة الملك المفده بحكمة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله ورؤيته الثاقبة ودوره القيادي في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على مصالح دولها وشعوبها منوها جلالته بالمساعي والجهود الموفقة التي واصل بذلها معالي الأمين العام وكافة منتسبي الأمانة العامة لتحقيق الأهداف السامية لمسيرة المجلس وتلبية تطلعات أبنائه